السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام متابدنا العزية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم عاشاكم حبي تفسير الاحلام ازايكم عمدين ايه يا رب ده متكونوا بخير حباف الله النهاردة هنتكلم عن تفسير حلم مهم جدا ورؤية مهم جدا بعض منها بيعتبر ان رؤية دي غير محمودة ورؤية بتدل على مشاكل او اموم او يعني رؤية مسعجة والبعض الاخر بيعتقد ان هي رؤية مبشرة بالخير وهي رؤية الانتقال اللي بيت قديم واسع في المنام موضوع مهم جدا هنتكلم عنه اه النهاردة بس هابل ما يخش على تفاصيل الفيديو المهم ده اتمنى ان تتصال الله على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعموا الفيديو بلايك علشان يوصل لايكبر قادر منكم من الناس ولو اي حد عنده حلم او رؤية او عايز افاصلها ياريتك تبقى الناس في الفيديو علشان نفاصلها لكم فاصل وقت بازن الله دخول البيت اه يعني دخول البنت اللي بيت قديم واسع في الغالب ده بيشير لعدم القدرة البنت دي لوصول احلامها اما لو خرجت البنت دي من المنزل القديم ربما ان هي تنجح في تجاوز فترة الاحزان والهموم اللي كانت بيتسيطر عليها وجود البنت دي في منزل القديم مع بعض الاصدقاء بيكون تحزير لها من حول الاصدقاء لانهم الرفقاء سوق وعليهم الحذر منهم قد يكون دخول البنت في منزل قديم واسع اشارة لارتباط البنت دي بشاب غير صالح بتعيش معها حياة غير مستقرة لو انتقلت البنت دي البيت قديم مع افراد اسرتها ربما ان هي بتعاني بالكثير من المشاكل والخلافات مع افراد اسرتها ربما يكون دخول البنت في منزل قديم معروف لها دلالات عودة البنت دي الخطيبة القديم مرة اخرى قد يكون تجول البنت دي في منزل قديم واسع اه يعني يعني ربما من علامات مقابلة البنت دي الشخصية كانت موجودة في حياتها في الماضي والجلوس في منزل قديم واسع في الغالم ده بيشير لاستمرار سيطارة الحزن والاكتئاب والهم على نفسية البنت دي والبعض المفسرين يعني بيجدوا ان البيت القديم واسع في الغالب بيشير للتصرع هزي البنت في القرارات اه اللي بتاخدها اما بالنسبة المتزوجة اللي شوف ان هي دخلت يعني يعني منزل قديم واسع في الغالب ده بيشير لعودة علاقة قديمة كانت موجودة في حياة البنت دي المرأة دي ولو اشترط هزي السيدة المتزوجة منزل قديم ولكنه واسع ومريح ربما ان هي تحمل يعني تحمل وهتنجب يعني بعض سنوات انتظار لكن انتقال المتزوجة لبيت قديم واتسخ واسع في الغالب ده بيشير لمرور المرأة دي يعني ضيق مادي وقرب مادي ودخول المتزوجة في منزل قديم مع الزوج من علامات كسرة المشاكل والخلافات ما بينهم ويعني ما بينهم وبين زوجها والبيت القديم اللي فيه كسير من الغرف في الغالب ده بيشير لتعاتد السرية اللي هتنجبها زي المرأة لو كان المنزل القديم اللي تنتقل اليها زي السيدة هو منزل الحبيب السابق فان المرأة دي قد تكون زوجها وعليها الحصر الانتقال اللي بيت قديم واسع في الغالب يعني ده بيكون بشرة لها يعني بشرة صاحبة المنام بسهولة الولادة ان شاء الله ربما يكون انتقال الحامل اللي بيت واسع من مباشرات السعة في الرزق اللي هتحصل عليها بعد الولادة لكن في حالة ازا كان المنزل اللي تنتقل اليه المرأة دي مهجور فهو في الغالب بيشيل لإصابة الجنين بأحد المشاكل الصحية الخطيرة المنزل القديم المتسق في المنام قد يكون اشارة لمرير المرأة دي بمشاكل صحية في الحامل ومرورها بمتاعب كتيرة آآ وانتقال الحامل اللي بيت قديم في الغالب ده بيشيل لتجديد يعني علاقات قديمة آآ مرة اخرى اما المتلقة اللي شوف ان هي بتنتقل لبيت قديم آآ واسع في المنام ربما ده بيكون اشارة تحذير لها لوجود بعض المشاكل اللي بتخص ابنها ربما يكون انتقال متلقة لمنزل قديم يعني من دلالات صعوبة المعيشة لهذه السيدة في الفترة انتقال متلقة لمنزل قديم ربما يكون نتيجة الحنين للماضي ورغبة المرأة دي للعودة للماضي مرة اخرى رؤية انتقال متلقة لمنزل قديم وواسع في الغالب ده بيشير لمواجهة المرأة دي الكثير من الصعوبات والازمات في الفترة المقبلة قد تكون الرؤية دي دلالة يعني تعرضها لديون ومشاكل اقتصادية كتيرة في الفترة المقبلة لكن في حالة ان هي بتخرج من منزلها القديم الواسع ربما ان هي تحصل يعني على وصولها الاهدفة وتبدأ مرحلة جديدة وان في سعادة مقبلة عليها بكل خير كذلك الرجل او الشاب اللي شوف ان هو بينتقل لمنزل قديم ربما ان هو بيعاني من مشاكل وازمات صحية ربما ان هو يعني عنده مشاكل متعلقة بالمال ويعني ولو يعني ولو صاحب المنام ده دخل منزل قديم مع صديق ليه ربما ان هو اتعرض للغدر من هذا الصديق والخيانة منه ولازم ان انت تحذر منه بعد الرؤية دي مباشرة لان الشخص ده مش يعني ما بيحب لكش بخير الشخص ده غير جيد وانتقال صاحب المنام لمنزل قديم واسع اشارة لكسرة الخسارة المادية اللي اتعرض لها اه الرأي فعامة المنزل القديم الواسع في المنام ايا كان ظروفه من الاحلام الغير محمودة اللي ربما تدل على تغير حالة الرأي ولكن ليس للافضل ربما تدل على مشاكل اللي هيتعرض لها ربما تدل على اه من الرأي ده يازم يحذر من الاشخاص المقربين منه على جهة ما يسببوش دي مشاكل ربنا بشاركم بكل خير ما تنسوش لو اي حالة عنده حلم او رؤيه عازفة صراحة يكتبها الناس في الفيديو والى اللقاء في داخل السلام عليكم ورحمة الله